موسيقى مساء الفل قصة النهاردة أول قصة من نوعها تجيلنا في البرنامج تبقى كده عن الراجل البسباص ومش أي بسباص ناهد بطل القصة حقيقية النهاردة اكتشفت أن جزها غاوي يتجسس على بنات وستات الجيران من شباك الحمام ومن فوق السطوح تخيلوا تعالوا نسمع القصة من أولها ونشوف ناهد بعتها تقول لنا أي اسمي ناهد وعمري دلوقتي 35 سنة تعليم متوسط اتجوزت من أكتر من 10 سنين أهل جوزي كانوا جراننا في البلد ناس طيبين وإحنا عارفينهم اتقدموا وحصل الجواز في الأول كان باين إنه شخص كويس خلفت منه أول خلفة وبعد فترة بدأت تحس إن لي ميول غريبة زي إنه بيحب يختلي بنفسه كتير لما بيتفرج على التلفزيون بحس إنه بيتفرج على الممثلات بطريقة غريبة جدا بيبص لهم نظرات كلها شهوة وبشكل مفضوح زي المحروم كنت أصغر له وأقول له إيه البصة دي أنت مش مراعي إن أنا قاعدة جنبك؟ يضحك ويقول لي هو أنا يعني عملت إيه؟ مش الناس بتفرج على التلفزيون بعنيها؟ ولا نشغله كإنه راديو ونسمع بس كان بيسبق ويحكي للي حواليه إنه بغير بزيادة وبعمله وحش عشان يغلوش على الموضوع وفعلا لما كنت أجحكي لحد من أهله كانوا يقولوا تلاقيكي بس أهملتي في حقه والعيل بقى واخد كل وقتك رغمني الحمد لله الحمد لله يا سالي على قدر من الجمال وعمري ما أصرت معه في حقوق الزوجية بس هو كان بيحب يبص على ستات بشكل مبالغ فيه مش في التلفزيون وبس ده أي واحدة معدية مهما كان شكلها أو لبسها لازم يفصصها يفضل ما بحلق فيها عيني عينك كده ده مش قادرة حاجة تحرق الدم طبعا يا ناهد صعب على أي ست طيب ما حاولتيش تدخلي حد يتكلم بينكو أو يقول أو يصلح يكون قريب من جوزك يفهمه اللي بتعمله ده عيب وما يصحش تعالوا نكمل بصراحة يا سالي في الأول كنت بعضبه بطريقة محترمة تحسسوني زعلانة من غير ما أعلي صوتي لكن مع الوقت بعد ما خلفت منه ثلاثة عيال بعد ما حاولت أفاهمه مرة واثنين وثلاثة بدأ الموضوع يقلب لاخناء كنت أسيبه ونم على عيال وفي مرة خدت عيالي وروحت لأهلي لما أهله جوم يصلحوني قلت لهم أنا مش مقصرة مع ابنكو في أي حاجة مهتمية بيه وبيتو وولادو ما ينفعش الكون دي جازاتي المهم فضلوا يحايلوني ورجعوني تاني ليه وبرضو استمر زي ما هو لحد ما في مرة كان بيبص على واحدة في الشارع ست هزقته في قلب البلد فرجت عليه الناس وأهله عرفوا بعد ما كانوا يدفعوا عنه بقوا يزعقولوا يهزقون فضل يعتذر ويحلف إنه مش هيعمل كده تاني قاعد يقول إن الستة هي اللي فاهمت غلط وأهله قالوا معلش يا بنتي جايز تكون الستة فعلا فاهمت غلط وبلاش بلاش نخرب البيت مدام ما فيش دليل سكت لحد ما جوز يتقفش وهو بيتجسس على ستات الجران كان بيبص عليهم من الشبابيك من فوق السطوح موضع تعرف فضلت سيرته تتجاب على كل لسان لحد ما تعمله كمين وتقفش وخد وصلت ضربة بشعة اتبهدل اتمرمت بكرمته الأرض قدامك كبير والصغير كان هيتدبح بعد عملته بس ستات الربنا إن ناس كبار من البلد اتدخلت وبدل ما يطلبوله الشرطة اتعملت قاعدة عرفية اتحكم عليه إنه يبيع بيته ويمشي من المكان اللي كنا قاعدين فيه خالص أنا خدت عيالي ومشيت وطلبت الطلاق بس بعد فترة أهله جملة حد عندنا فضلوا يبكوا ويقولوا انت عندك المرة دي حق وتقولي اللي انت عايزاه بس احنا تأكدنا إن ابننا بيعمل كده ومش في واعيو جوزك مريض يناهد وعنده حالة نفسية بتخليه مش عارف وبيعمل كده ليه وازاي وده في الأول والآخر أبو عيالك يعني في وشك لازم كلنا نساعده عشان يخف ويبقى طبيعي والست الأصيلة ما تتخلاش عن جزها وتقف جنبه في محناته فضلوا يتحايلوا وساقطوا بالأرض لحد ما أهلي هم كمان تعاطفوا معاه وقالوا طيب ندي فرصة أخيرة ناهد على الأقل عشان بيتك ما يتخربش وولادك ما يبهدلوش طيب تعرنوا قف هنا دقيقة معلش هل صح اننا ندي فرصة تانية ولا الحالة لما توصل للدرجات دي بالبجاحة دي يبقى خلاص كده كفاية بقى طب لو ما فيش فرصة تانية لو نهي تثبته تبقى هي اللي مش أصيلة واللومة هي تعالوا نكمل قبل ما أرجع يا سالي حطينا الجوزي شروط لازم ينفذها عشان أرجع مع البيت فعلا نفذها كلها ورجعت معاه وخلفت منه ابننا الرابع قعد فترة محترم نفسه بس بعد كده عمل الأصعب من كل اللي فات المرة دي اللي كان بيبص عليها أختي جوزي حلوة في عينه أختي المتجوزة رغم منه هي سكنة في حتة بعيدة عننا لكنه راح لحد بيتها كان بيحاول يبص عليها من فوق سطح جنبها في غياب جوزها كان بيبص عليها سرقة من شباك الحمام لحد ما هي شافته فهرب وجري وهي جات حكت لنا اللي حصل ساعتها روحنا عملنا له محضر تحرش والأسف المحضر اتحفظ لعدم كفاية الأدلة لأنه وتمسكش ولا تم تحفظ عليه طلبنا من أهله الطلاق بالزوء من غير شوشرة ويديني كل حقوقي حرصا على شعور العيال وحالتهم النفسية وحكمنا عليه يسيب الشقة لإيجار اللي احنا اتنقلنا للسكن فيها يسيبها لي أنا وولادي الأربعة ويدفع إيجارها ومصاريف عياله بعد الطلاق فوعدني بالطلاق بعد شهر يكون جاب في حق المؤخر والنفق وكل حقوقي بدل من بهد البعض في محكمة الأسرة وبعد ما الشهر خلص فجئت بيه جاي والشرف عنيه قال لي اطلعين تي من البيت ده بيتي أنا مش أسيبه فاتصلت أنا وأمي بالمحامة بتاعي وحكت لهم اللي حصل فجوهم بسرعة وطلبوا مني ألم مهدومي واسيب له البيت بدل من الموضوع يكبر وقالوا خلاص بينا وبين المحاكم هو اللي اختار وقت ما أنا بألم مهدومي عشان أمشي لقيت أربعة من قريبه جايين أول ما وصلوا رح فتح شباك الشقة قاعد يصرخ يا ناس يا هو أنا قفشت مراتي مع المحامي في الشقة الوحدهم أعمل شوشرة رح الاسم عشان يتهمني في شرفي رغم أن الموقف ده عد عليه ست شهور بس لحد النهاردة مفيش جديد ما خدش أي حاجة من حقوقي وعايشة دلوقتي في بيت أهلي مع عيالي الأربعة مش عارفة إزاي أخد حقوقي منه ولا إزاي أرد اعتباري بعد ما اتهمني في شرفي وشوه سمعتي علما بأن كان فيه جيران شاهدين ده غير الكاميرات المراقبة قولولي أعمل إيه نفس عميق وبعدين لحد هنا وخلصت رسالة ناهد رسالة وعشة قوي صعبة قوي يروح لغاية بيت أختها المتجوزة يدور على سطوح جنبها عشان يبص عليها من شباك الحمام إيه ده طب لو كان مريد نفسي زي ما بيقول أهله يعيني ما خدهوش للدكتور عشان يعلجوه وهل معنا أنه مريد يتسب كده وهيمشي بقى يبص على بنات الناس كلها ولا إيه وإيه لم يفروض ناهد تعمله بعد ما قالب عليها الترابيزة ورح قال إن هي تعرف المحامي شفتوا وحشة أكتر من كده أسئلة كتير قوي هنحاول نجاوب عليها بس بعد الفاصل استنوا حكايتنا النهاردة عن ناهد اللي اتجوزت من جارهم في البلد بس اكتشفت إن الجوزها بسباص كل واحدة تعدي قدامه عين كان شكلها أو لبسها بيفصصها كده لحد ما الموضوع كبر بقى يطلع فوق السطوح عشان يبص على بنات الجران لما موضوع تعرف اتمسك من أهل البلد خد علق تموت يتحكم عليه أنه يبيع بيته ويسيب المكان اللي هو ساكن فيه فضل أهله يتحايله على ناهد عشان ما تطلبش الطلاق وقالها أنه مريض مش في وعيه لازم توقف جنبه بدل ما تخرب بيتها ورجعت وفضل هو زي ما هو بس المرة دي الست اللي قرر يعني هو قرر هو كأكين قرار قرر أنه يتجسس عليها كانت أخت ناهد المتجوزة أخت مراته مع إنها مش سكنة جنبه تخيله كان بيروح لحد بيتها يطلع فوق سطوح الجران عشان يبص عليها لحد ما شفته دلوقتي ناهد قعدة عند أهلها هي ولدها الأربعة خدتش أي حاجة من حوقها ولا عارفة كيف تتصرف مع جوزها المريض لا يعرفها هو مريض ولا لا بس عشان كده منورونا ومشرفانا النهاردة ريهان مل هواري أخصائي علم النفس المؤسسي وتحليل السلوك يمكن نرى حل نشوفها نعمل ايه منورونا يا رير اخبارك يا ريهان اخبارك يا حبيب اي رايك في قصة النهاردة بوسي القصة النهاردة قصة عارفة يعني طلع من الكتاب لأن دي القصة بسرداء دها بالمواقف بتاعتها الآخر موقف فيها الموقف اللي هو اتهامها فيها كل ده انت لو قريتي كتب علم النفس اتطلع القصة دي بحزافرها بيوصل لكده في الآخر أنه يتهمها هي في شرف اه 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 واكتر من كده كمان وبيحصل اكتر من كده بس الحتة دي بالذات بقولك طلع من كتاب أنا وانا قاعدة بقرأ القصة بتاعت نهد طبعا أنا يعني قلبي معاها دمك محروق من ساعة ما دخلت يا هامر اه ده حقيقي هو أنا دمي محروق بس أنا هقولك دمي محروق ليه أنا مش دمي محروق منه أنا دمي محروق من عدم الوعي المجتمعي للبني آدم السلوكه مش سوي يعني يعني الحاجة دي الموضوع ده بتاع هذا الشخص أنا مش قادر حتى مش عارفة حتى شخص صعب صعب وانا بطلع بس هذا كائن خليني أحطها في إطار علم نفس عشان نتكلم كلام علمي وبعدين نبقى نخش على مشاعرنا إيه وإيه للمفروض نعمله وإيه للمفروض نتعلمه من المواقف دي مبدئيا ده مرض اسمه فيوريزم أو اللي هو اطراب يعني مش كلمة بصبصة زي ما احنا بناخدها ان واحد بيعاكس واحدة ولا بيغمس لها لا هي اسمه اطراب التلصص أو اطراب البصبصة ده بالترجمة باللينج ديزي اسمه فيوريزم أو فيوريستيك ديسوردر كويس ده مرض خاص جدا ده مرض يعني بنكلم يندرك تحت الشزوز تمام يندرك تحت أمراض الشزوز المرض ده بقى يا ستي مش يعني فيه منه مش مرض اللي هو فيه منه السلوكي وده بيحصل كتير خلاص امتى يتقلب السلوك لمرض يقولك بقى في الكتب بتقولك ايه بتقولك اول لما يبقى بعد سن 18 ولما يكون الموضوع وصل لدرجة ان هذا الشخص بيسيب شغله بيسيب اهتمامات بيسيب مسئولياته ما بيقدرش يتعامل مع الحياة اللي هي انا متجوز يعني انا قبي يعني انا زوج يعني اللي هو يتعامل مع مسئوليات الحياة بمسئولية ورصانة يعني ابتدى يبقى الموضوع موضوع ادمان مش بيطلع فوسو طوح بيتهم بس لقدر يروح لغاية اختها وغاية اختها وعادة يقولك ايه يعني في الكتب يقولك ايه عادة ما بيبدأش العلاج الا بعد ما بيطبد عليهم دازم ربنا يرفع عنه ساتره لازم لما علشان مش هستورك تين ليه لان الادراك بتاع المجتمع يقولك ما هو قص دا سلوك الكائن دا ما بيقدرش يقوم بواجباته تجاه زوجاته او تجاه نفسه لان بقتهي دي اشباع لي يعني انه هو يتفرج دا بيخالي الادرنالين يدرب في جسمه يبقى مطشو والفوريزم دا يا سالي اللي هو ايه انا اتفرج على حد هو ما يعرفش انه بتفرج عليه يعني لو هو عارف دا ما يعجبنيش وبالتالي مرض اتراب التلصص فانا ما اتبسطش ولا يشبع رغبات عنده لو هو في وضع طبيعي او الناس واللي قدامه دا عارف انه هو حد بيتفرج عليه ما يبقاش ساتسفايد او يشبع هذه الرغب بالزبط كده طيب هل دا مرض يا ريام اه دا مرض الشروط اللي انا ذكرتها دي تتنفس طيب هل دا بيبان امتى اه دا بيتبان من المراقة ومن السن الصغية ازاي بقى اقولك عادة مكتوب في الكتب يقولك الاتي نمرة واحد ممكن يكون هذا الشاب هو على فكرة بيبقى للشباب ولا للشابات بس هو عند اه بس عند الرجالة اكتر خلاص دا الكتب بتقول كده مش كلامي طيب عند الرجالة بيبتدي باترابات زي ايه يكون تعرض لانتهاك وهو صغير مثلا او هو صغير شاف مشهد مش المفروض يشوفه سواء في وسط الاهل سواء مع الاخت سواء مع ولاد الخالق يعني شافهم اه وهو صغير خالص لسه ما يعرفش ابتدى يبص على مشاهد او يتعرض انه هو شاف حاجة مش المفروض يشوفها عقله ما استوعبهاش ما عندهش ادراك انه ده موجود دس واصبح هو ده مفهوم السعادة والاكتفاء بالنسبال فلما هذا الشخص حياته تضطرب لدرجة انه ما يعرفش يقوم بالواجبات الطبيعية بتاعته تجاه او اكتجاه شغله او اتجاه مسئولياته اتحيت ولاده ما تكلمتش عن شغله صحيح ما تكلمتش عليك اب انا بقى عايزة احط بقى نقطة من هنا يا سالي علشان الناس تفهم كويس اوي ايه بقى هذا المرض يريد ما نبصلوش على اساس انه هو ده بني ادم بس مريض وفول ستوب ونقف على كده او ده مشكلة في العلاقة ما بين الزوج والزوجة زي ما هما بيقولوها تلاقيك انتي معاملتي مش مهتمية او اعملتي انه هو مش كده الموضوع مش كده يا جماعة الموضوع لهو مشكلة مرضية للشخص ولا هو مشكلة علاقة زوجية ده مشكلة عائلة ومجتمع خصوصية شخص فبالتالي انا بأثر على البني ادم ده وبالتالي هذا المرض لا حتى لو هو مرض لا بيتسجن ولا بيتحاسب ده من الامراض اللي بيتسجن بسببها يعني ما بيقولش انه ده خلل ليه لان انتي بتنتهك خصوصية شخص قدامك والشخص اللي قدامك ده انتي ممكن تجبيله اللي هو ما يعرفش انه يتبص عليه ممكن تجبيله حالة نفسية من كتر الخوف معكيده اختها في ترومو مش بصدقها في عزمة نفسية وصدمة قصة تانية اللي اخطر والاهم عشان كده بعيب على الاهل اولا الاعراض ده اكيد ظهرت للأهل بس هما قالك ايه مشكلة اخلاقيات اهو حيكبر ويعقال مشكلة بتاعاته زي كل الرجالة لما يجوز هيبطل بالزعب ماهو ده عدم الفهم ماهو ده عدم الفهم اللي وصلنا لك لا اللي اخطر من كده انت فاهمة يعني ايه وضع عيلة زوجة بأولاد لما يكون رب الاسرة القائد للاسرة ليه حياة خفية بعيدة عنهم ولا يقوم بمسؤولياته فضيحة طيب نتيجة ذلك بقى من الكتب وانا مش بجيب من عندي اقروها فتحه وقرو نمرة واحد يلقي اللوم على الزوج يلقي اللوم على أولاده يعني يعني بتوصل لمرحلة اني قولها لا 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 ده ابنك اللي عمل ده أنا اللي أفشته لأن انتي عايش حياة خفية وانتي عارفة اللي انتي بتعمليه ده غلط وبالتالي لازم شكلك قدامهم ايش هكلك وحش مش قادرة تقومي بدور الأب فتبتدي تحط الاتهامات طبعا على العيلة نفسها فده ضمر زوجة وضمر أولاد مش موضوع جوز بيبص بس الستات الحلوة ده مش كده خلص يا جماعة احنا احنا عدينا هذه المرحلة لهدم أسرة ومستقبل أولاد شايفين مسالهم الأعلى بيعمل كده لا وقبت عمله محضر عشان بيبص على خالته كارسة ومشيوا من بلد بسبب الموضوع انتي فاهمة يعني انتي حتطلعي طب ولاده دول ما ممكن حد فيهم يقلده طبعا يبقى انا بقول للأمل أو يتعيروا بيهم يعني هتجوز هيعيروني بي هت الولد الراجل ابنه هتجوز وحنا عارفين كويس أوي وانتي عارفة وشفتي في مشاكل كتير أوي انتي تعرضت لها لما بيكون الزوج والأب غير قادر على القيام بواجباته سواء العيلة كلاب تضمن بيعمل بيضرب مراته بيهن مراته بيضرب العيال مش يعود النقص بس جديدة يتهمها في شرافها دي معنا محنان لا ده لا نخوة ولا رجول ولا اي حاجة كده يا رجل لا معقولة لا لا معلش يا سادي احنا احنا تخطينا مرحلة النخوة ورجولة من زمان حضرتك طيب انت ببص وانقول رجل بزباص وقاليل الأدب واي مريض لكن مراتك تبقى واحد تاني انت عادي خلص كده ايوة 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 اعملوا اكتر من كده لان عدم عدم قدرتهم على موجهة اللي هم عملوا لما بيتفتحوا خليني اقولها بالله لما بيتفتحوا بيهبشوا في اي حاجة بيهبشوا في اي حاجة رعب انا كلامي كله ان يا ست ناهد المسؤولي الموضوع مش موضوع علاقة زوجية ما بينك وبينه ده انت كيان اسرة فرد عليك الزمن ان انت اللي تتولي تربية اولاد في ظروف غير طبيعية مين اللي بيتلام على الخلفة الزيادة دي الواحد بيطلع بشيلة بشيلتين قف قفتين هكلمكم بالبلد اطلع باربع قف هفاشلهم ازاي لوحد اقولك ليه علشان هي فهمت وتقلها واللي حواليها قالولها قالول حبيبتي لا انت هتعملي ايه والبيت لازم يبقى مفتوح والراجل لازم يبقى موضوع طب اجيب اربعة ليه ده الواحدة اللي بتعشق التراب اللي بيمشي عليه جزء بيجيب واحد تقوله نفسي يبقى شبهك اجيب اربعة شبهك ليه ليه ما هي ده الفكر الفكر اللي وصلنا ان هو يوصل للنتيجة دي ويقوله لها ما عليش خديه لا ما عليش سامحيه لا ما عليش اقفي جنبه ولا ما عليش وهم غير مدركين انا عندي سؤال الفرق ما بين واحد مريض واحد بيخرب مجتمع وبيخرب بلد ده اضطرد من البلد يعني خرب بلد يعني اعمل ايه اكتر من كده والضرب عالقة موت انا عندي سؤال ليه كل مرة لما ست بيجيب جوزها او بنا انفصل يعني بترجع وتاني لازم تخلف منه هو ده دليل على حب واحنا ثقافتنا عاملة ازاي انا عايز افهم مفهومنا انه طب ما ممكن نبقى كويسي مع بعض ما ممكن نبقى حلوين مع بعض في البيئ ممكن نبقى حلوين مع بعض في علاقة لذيذة ليه لازم اجيب عيل ليه كل مرة لازم ارجع مصيبة رح جايب عيل فطبع مصيبة اكبر ايوة مشكلة مشكلة فكري مجتمع يعني انا اللي بقولك المشكلة دي مش مشكلة مرض ده كيان مجتمع ده فكري مجتمع يعني انت يعني الطبيعي الطبيعي ان احنا نقول ايه لا ده انا تأزيت من هذا الشخص يبقى انا ايه والنبي لا خبه اه اه او احمي نفسي مش اروح انط في الغويد كده بأدائي ورجلي يعني يعني يا ستي احنا عايزين نقول ايه ان الدنيا بقت زي الفل ما بيننا وما بين بعض قدام الاهل والجيران ده احنا بقينا زي الفل وخلفنا عايل طب ماشي يعني انا عرف ستات بجد ياريهام ومن مجتمعات يجي يقولك يا بتبقى عارفة ان هي مش هتكمل معي وعارفة انا هتتطلق بس تقولك انا هجيب اخ او اخت لابني لمعايا ده عشان ما جيبش من اب تاني ويبقى اخوات مش شقاة بصي بصي سالي طب اتنين ماشي لابعاد كتير اولا احنا كمفهوم وربنا يكرمنا ان شاء الله ونعدي هذه القصة ان الراجل بيتجوز عشان يكمل نص دينه ومفهومهم مفهومهم مش الحقيقة يعني مش قصد ربنا لا مفهومهم نص دينه يعني يبقى فيه علاقة ما بينه لكن مش خلال الستة بتبقى عايز الخلف فهمتي قصدي فطب يبقى احنا ما تجوز ليه عشان نجيب عيال هي بقى تجوز ليه عشان نجيب عيال فين الساتر والسكينة وان انا ربي اجيال مفيش كلام ده خارس نجب شريك حياة مفيش نسمع مكرسوم ونشرب كوباية شايف بالليل يا ما هقمه ما عندناش دي بقى ما هيدي المشكلة مادي المقسال احنا كلنا فيها عشان كده بتلاقي ولا طيقاء ولا بحيبه زي الأمر وبيطلقوا يعني يا دوب من هنا يعني نسبة الطلاقة ما حادش فكر ليه احنا وصلنا للدرجات دي ان احنا نسبة الطلاقة بقت المنظر ده عشان مفهوم الزواج غلط طبعا فانت بتكلمي في ايه مفهوم الزواج يعني ان احنا يبقى فيه علقة ونجيب عيال فيه فترة طلعت انه فعلا يقولك بدل ما تبي قاعدة من غير جوازك جوزي وهاتي عيال وتطلقي هاتي اللي تعرفي تختلف معاه او مش وديكي السطر والسكين ده لا سكينة ولا موادة ولا رحمة وعيال بتتبهدل وليه اجيب عيال اشيل شلتهم لوحدي انا قدر اشيل شلتي انا لوحدي لما اشيل شلت عيال تاني احنا عندنا انا ليه مش عايزة اجيب حتة لينجيب عيال لان الموضوع ليه بعد ديني وانت عارفها لا اجيب وليه معايا شخص سوي وليه ولد صالح يدعو لي واثري ما يتمحيش من الدنيا لكن انا عارف اني مش اكمل مع البنا ادم ده اجيب عيال اظلمها ليه من غير ابا هيتبهدله سالي اقولك انا يعني بقولك انا محافظة على قد ما اقدر عشان احنا يعني ما نجرحش شعور المشاهد لان في مشاهدي ما الهمش دعوا بالمشكلة انا يعني لان انا بقلوم عليها انيه كملت انا بقلوم عليها انيه اتو بجيبوا بالاربعة ليه ما احنا كنت الاربعة ده بيحصل ايه انا قلبي مقبوض تعم معلش يا حد من الاطفال يدخل على الاب والام طبع ادي بداية ما هي دي البداية اللي بقولك عليها طبع بتشوف مشهد وانت طفل مش مدرك انت بتتفرج على ايه بيسيب بيسيب ترومة خلاص وكده عمل لك مشكلة طول عمرك سعر بس خلاص يا هتبقى كارهم يا عايز تشوف ده برا يا بتعمل حاجة من وراهم عشان انت مش حاب بالله حصل اكزاك اه وليه علاجات ليه علاجات بس انت عارفت انت تعرفي ان العلاج بيوصل لدرجة طبعا بامداءات وموافقات وكلام ده بس بيوصل لدرجة ان بياخدوا ادوية اللي هي اللي بنسميه تستيرون انهيبتورز اللي هي بتنهي وتعدم الرغبات الرغبات علشان الموضوع ده يا خبر ابيض اه لان بص في علاجات يعني انت بتقول لي ده مرة دي ريما قلتلك اه مرة لان ليه علاج شفت كنت تعمل اقول لك اي ده احتي اولك انا مش ملتمس له ايه اعذر انا مش شايفه مريد انا شايفه بشع كوجناتف السي بي تي اللي هي كوجناتف بهيفير ثيرابي ده اسلوب علاج في حاجة اسمها السايكو ديناميك ثيرابي في كزا كزا علاج في علاج بالكهرباء للحالات دي بجد والله انت عايزة ايه اكتر من انت تديله الحاجة دي اللي تخليه انه ايه ده ده البلد كلها دربته ده مش بكسوف من نفسه يعني انت لما روحت اتهجرت زي ما بيقوله مطرود ادمان برا الموضوع ده تروحت لاختها ادمان يعني ما هو ما فيش مخ بقى ما هو ما بيبقاش في مخ عشان بيقولك ادمان والمتجوزة زي اللي مش متجوزة عنده اه ادمان يعني السلوك ده بيبقى مع دي او دي او دي بتسميها بيبصي بتوصل لمراحل ايه يعني يعني فيه قصة شهيرة اللي يتعمل عليها افلام يعني خليني اتكلم في فيلم حق نزل الاسواق لانه السلم يا بتاكس الواقع اللي حصل ايه اللي حصل ان هذا الفيلم ابدوا على راجل ابتدوا يشوفوا على الكمبيوترز بتاعته الكمبيوتر بتاعه صور لكل الجيران لكل الشارع للعيال الواحدة على مادة 15 سنة يعني جابوا لها صورها من وهي عيالها لحد ما كبرت في اوضاع وهي عدل وحدها خلوتها لكن فيلم ايه ده فيلم امريكي واكتشفوا ان ده فعلا مرض وانه هو بيعمل كس لكن هو ما عندوش الرغبة فيها وبيحب بس يا تلصص لا ما عندوش رغبة ولا حتى يفكر ان هو يبقى فيه الانتميسي واحد يعني ولا حتى فكر يكلمها وبيحب يتجسس ما هي ده هو يحب وبالتالي اسمه التلصص اضطراب التلصص او ما انا عادتين نسميها بصباصة سموها بصباصة احنا سيئة ايه كده اصلا في مصر عشان تتكلميها باللغة الدرجة عشان نسكرة تفهمها ابي له الراجل ببصباص بس ده وعد ده مرحلة ببصباص يا مفوط هيك كانت ترجع له لما قالولها رجعي له تلومي عليها لا انا عايزة اقولك في الحتة دي في حتة معينة انا القرار في الحتة دي دايما اقوله ده قرار الست لازم تبقى عارفة عواقب اللي انت دخلها يعني انت عايزة ترجعي انت عارفة انت بتعملي ايه في فيكي وفي عيالك والله ادى كلام ده يعني العملية تستاهل قوي كده ماشي تستاهل ايه لو ما عفلوش ولا كان جان ولا ايه حاجة تستاهل لازم نعرف ان ده ادمان ولازم نعرف ان البني ادم المضمن بيرجع ساعات بيحصل له الريلابس ويرجع تاني يسقط وتبتدي الدايرة من الاول فانحنا يعني انت فاهمة انت بتعملي ايه طيب انت قد ده قد انك تحطي نفسك ما هي حطت نفسها اولا وهي النتيجة اللي احنا سمعناه انت قد انك تحطي نفسك وتحطي ولادك في الرزق ده عشان كده اجي اقولك ايه قرار قرار الست انت اللي هتحطي ايدك في النار احنا ميفكر معاها هتقدر انا رأيي انا رأيي لو انت بتسأليني رأيي وبتسألك رأيي هي قالت هي قالت قلولي اعمل ايه قالت مش قادرة من زمان وعشان كده بقولك دي مشكلة المجتمع والعيلة هي قالت ان انا مش قادرة قالولها ايه حافظي على بيتك يا بنتي وايه هي يعني ما الرجالة كلها بتعمل كده يا حبابتي مش ده اللي حصل هيتعالج يا ناه ترجعي له بتخريبيش البيت عندك اربع عيال هتروح بيهم فين يا ناه المسل اه وناهت تدفع التمن وهي تفعت التمن تفعت التمن قدام عيالها بسمعة سيئة في شرافها قدام الجران بفتح الشروريك ويقول الجران الحقه لقيت مراتي مع المحامل وحدهم راجل يا حبيبتي دايما يقولك ايه الحد الفايصل هذا الرجل بيضحي بيضحي بزوجته او مولاده في سبيل رغباته يعني هو بفتح الكتاب يقولك لما يوصل لمرحلة ان انا بضحي بحياة ابنائي وزوجاتي وحقه مقابل اشباع رغباتي ببص على اخت مراتي يا سيدي نا كملنا هالو يعني انتي بتي قلت يا لها الإجابة انه لا احنا وصلنا لمرحلة احنا ما منديش رد قاطع طوله عمرنا في خصة حقيقية لان احنا برضو تاني هرجع اقول الموزيح مش بفضنوين صح اللي قدامه حتى الدكتور بيفكر مع بصوط عالي او لما يكون حد لي في علم السلوك يفكر مع بصوط عالي لان احنا مش هنشيل شلتك بس احنا بنقولك واحد اثنين تنية اربعة ولكي مطلق الحرية والاختيار اللي تطلبك وارجو ان احنا نعرف ان احنا عندنا عيال عندنا اولاد عندنا جيل طالع صحيح يا جماعة عندنا جيل طالع ما تفكروش في نفسكو بس حانا بنقولي ربنا يتولك جميع يا رب نوارتين يا رينا عاطبت تانكيو اشتو عملتو في ست اي ست جابت عصبة جدا او والله العظيم بتضيق او نوارتيني لسه في كلام كتير استنونا بعد الفاصل على حد علمي انه فيه فرق كبير جدا بين المرض النفسي والمرض العقلي باختصار المريض النفسي بيبقى عنده مشاكل في شخصيته وطباعه طريقة تعاملاته مع اللي حواليه بس هو مدرك كويس قوي في نفس الوقت كده هو بيعمل ايه؟ بيبقى مسؤول بشكل كامل عن كل تصرفاته ما ينفعش ان احنا نعفيه من المسئولية لو عمل حاجة تخالف الشرع او القانون بس المريض العقلي او زي ما بيقوله مريض في عقله هو اللي عنده خلل في وعيه وادراكه ممكن يعمل ايه جريمة وهو مش حاسس هو مش عارف وبيعمل ايه؟ زي الناس اللي بنشوفها ساعات في الشوارع مش يتكلم نفسها بيعمله تصرفات ما ينفعش يعملها ايه حد عائل عشان كده لو كان جوزك عندهم مرض نفسي يناهد زي ما اهله حاولوا ان هم يبرروا ويددوا اعذار ما يدلوش اي عذر بكل اللي عملوا ولا يعفيه من المسئولية لان المريض النفسي حاجة والمجنون او اللي فاقد عقله حاجة تانية خالص دي اكبر غلطة انت يوقعتي فيها لما جوزك تقفش اول مرة هو عمالي يتجسس ويبص على الستات وبنات الجيران بيبص عليهم من الشبابيك ومن فوق السطوح ايه ده؟ كلازم ساعات هتشوفي دكتور نفسي تسأليه تفهمي منه اللي حصل ده ممكن يكون حصل فعلا غصبا عنه واللي هو فعلا مريض نفسي ويعلاجه ونعمله ايه؟ ما كنتيش ترجعي غير لما تطمني ان فيه دكتور بيعالجه وبيتابع معاه بس اللي حصل ان اهله عارفه يؤثروا عليك يبتزوكي عاطفيا انت واهلك بكلامي بين ان فيه رحمة ويستعطفوكي ودي النتيجة رجع تاني لأفعله مع مين بقى؟ مع اختك اللي هي المفروض في حكم اخته اصلا ما تجزلوش وانت على زمته مراعاش بقى لا ناسب ولا عشرة عمل معها زي ما عمل مع الغريب من شباك الحمام مسافر او رايح حتة بعيدة عشان يتفرج عليها ويجي لما تكشف عمل ايه؟ حاولي قلب عليك انت التربيزة تهمك في شرفك وعرضك عشان يعمل ايه؟ بيجبرك انك تسكتي ويسويك بيه؟ ما يبقاش حد حسن من حد خلاص الروس تساوت طبعا كل كلامي ده في حالة ان القصة اللي حكتيها حقيقية بنسبة 100% وزي ما دايما بنقوله وزي ما بيقوله انا دايما بنسمع من طرف واحد والعهده على الراوي انا عارفة ان الموضوع ده صعب جدا بس كمان واضح ان انت قلتي في رسالتك ان كان في جيران شاهدين على جوزك ده غير كاميرات المراقبة وانها عملها كذا مرة وكان في وقعة سبق قبل كده واتمسك فيها واهل البلد حكموا عليه وهجروه فبكل سهولة تقدري تلجأي ليهم تطلبي ان هما يشهدوا معاكي ما اعتقدش ان حد عنده الصفات دي يتاهم مراته كمان في عرضها ومش مراعي اي حاجة عشان يهرب من مسئولية يبقى شخص يؤتمن هو لا يؤتمن خسارة في اي شفقة او طيبة لان الطيبة والرحمة مع غير اهلها او مع غير اللي يستهلها سازاجة ونرجع نلوم نفسنا وسمعتي كمان معايا نصايح ريها من الهواري في الفقرة اللي فاتت هستنى منك رسالة تطمنيني فيها عملتي وي ربي يرجعلك حتى ولو جزء بسيط من حقك انا عارفة انه ده مش يرجع اللي فات او مايرضكيش ده هو اقل حاجة تتقدملك ان انت تاخدي حقوقك وتربي عيالك بامان وشرف وتبقى رافع راسك مش عارف اقولك اي انا صعبة 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 مش عارف اجوز اختك رد فعله اي مش عارف امامتك حاسة باي اختك حاسة باي ولما تتحكي قصة دي قدام العيال في يوم الايام وتبقى معروفة في العيلة كارثة هطلب من كل الناس اللي بتفرجوا معنا يبعتونا كل قصصهم بس اهم حاجة تكون قصة حقيقية باي باي موسيقى 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 موسيقى